موسيقى وقلت يا جماعة الكرة مش أكل شهاد سابتة ده علم وأنا واسق جدا جدا في قيادة بيتسو موسيماني كمدير فن للنادي الأهلي كتجربة وكمشروع من أول يوم وأنا بدافع عن هذه التجربة لأن أنا متابع جدا للكرة في جنوب إفريقيا وعارف بيتسو بيشتغل إزاي واللي عمله بيتسو مع الأهلي في خلال هذه الفترة رغم أن فيه لعبة احترفية وفيه لعبة لعبة كرة ومسابقات كبيرة وبطولات كبيرة لكن ما كانتش واخدة بالها أن الكرة تغيرت علم الكرة تغير فيه رخص تدريبية فيه دراسات علمية الكرة مش قصة 4-4-2-3-5-2 لا فيه علم دلوقتي إدى اللعبة راحة سلبية 6 أيام قبل ما يسافر إدى أجازة يوم شفنا الأهلي في مستوى في مباراة الترجع عامل إزاي بدني وفني وزهني لما رجع إدى راحة سلبية 48 ساعة بإذن الله مكمل على كده سكوا في المدرب ودعموه لأنه هو من الأول يوم قال لكم ادوني الوقت ودعموني وهتشوف الأهلي بإذن الله في الفترة الجاية في مرحلة تانية خالص زي ما كان موجود في فترات سابقة لأن احنا دايما بنسعى مش بنكسب مباراة احنا عايزين نكسب بطولة وده اللي بنشتغل عليه طيب النهاردة أول تدريب للأهلي بعد العودة من الراحة السلبية وبالطبع حنا بيتكلم خلاص بقى في أيام وليلة جدا 3 وال4 التدريبات في التتش يوم الخميس معسكر مغلق كمان في مسحة بي سي آر لكل اللاعبين طبقا طبعا ليه البرتقول الاتحاد الافريقي فخلاص الخميس هيعمل المسحة ويدخل معسكر الجمعة ليلة المباراة تدريب على ملعب المباراة طبعا الساعة 9 يكون تدريب فريق الترجي في نفس موعد المباراة على ملعب الأهلوي السلام وفيه مؤتمر صحفي ده البرنامج خلال الفترة الجاية لكن عزان عشان نتطمن على الفريق ونشوف الاستعدادات وكمان عايزين نعرف وجوه اللاعب النهاردة زي ما احنا شايفين على الشاشة الجهاز الفن واللعيبة قدامنا طبعا دكتور محمد وفاة والكابتن سامي أمصان لكن فيه تفاصيل أكتر أروح بسرعة للزميل العزيز كريم أحمد مراسل لقناة النادي الأهلي في ملعب التتش بالجزيرة أولا مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد طبعا كل التحيليك ولكل جمهور النادي الأهلي عايزة أطمن منك بقى أول حاجة قبل ما نخش في تفاصيل التدريب اتكلمت مع اللعيبة وهي نازلة التدريب أكيد شفت الوجوه عاملة إزاي بيفكروا في إيه يدينا كده صورة حية عن الأجواء داخل ملعب التتش وطبعا نتكلم عن التدريب بس الأول نعرف الظروف الأجواء اللعيبة بتفكر إزاي في مباراة العودة بإذن الله الحية طبعا يعني حبينا محمد طبعا في البداية نوجه كل التحية العبت النادي الأهلي والجهاز الفني على تحملهم صعوبات كثيرة جدا في المباراة الأولى من ضغط جماهيري كبير جدا وأجواء وظروف يمكن عاشها العبت النادي الأهلي على فترات طويلة في رادس وتحديدا مع فريق التراجي لكن الزروف كانت صعبة الحقيقة بشكل كبير جدا للمباراة الأولى فيمكن ده تحية كبيرة لكل عبت النادي الأهلي على تركزهم الكبير وعلى أداهم المميز في المباراة الأولى ومنتظرين كمان بقى شوت التاني يمكن قطعنا محمد انتعارف تسعين ديئة وشوت كبير ومماس جدا في تونس اداء ونتيجة مع لعابة النادي الاهلي منتظرين ان شاء الله التحضير يكون على اكمل وجه والا اعلى مستوى زي ما كان في مباراة رادس وان شاء الله باذن الله نتيجة المباراة تحسم تأهل النادي الاهلي ليه المباراة النهائية باذن الله ان شاء الله الحقيقة محمد طبعا يعني الوجوه بين جدا والحالة المعنوية مرتفعة جدا والتركيز كبير جدا كل اللعيبة عندها هدف وعندها اصرار كبير جدا 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 ان احنا ان شاء الله نحسم هذه المباراة مع وجود الجمهور يعني يمكن في وجود الجمهور واللعيبة كمان متعطشة ان يكون في جمهور لفريق النادي الاهلي حتى لو عدد قليل يعني منتظرين طبعا قرار الامن بنتمنى لكون العدد اكبر زي ما شفنا جمهور اللي ترجع التونسي بكسافة عديدة جدا مش هنتكلم طبعا عن الشماريخ او ام جمهورنا ملتازن بشكل كبير هيشجع من اول ديها الاخر ديها عارف اهمية المباراة اي عدد هيخش الاستاذ الالي والسلام اللي هشجع النادي الاهلي هتحس ان المدرج مغلق متقفل تماما بنتمنى ان شاء الله بس نمكن يعني الامن بإذن الله ان شاء الله مع النادي الاهلي يسمح لنا بعدد من جمهور النادي الاهلي هيساعدوا ويفروا بشكل كبير جدا محمد في هذه المباراة لعيبة مركزة محمد بشكل كبير جدا انهم انتظرين بس نتطمن عليهم كمان في تدريب اليوم مدى حالة الجه ازي تركيز ميتس موسماني هيأكد على ايه هيشتغل عليهم ازاي كل الامور دي احنا طبعا محمد منتظرين بس التدريب بيبدأ وهنكشب بشكل عام ونشوف الامور ماشي ازاي مع فريق النادي الاهلي في تدريب اليوم طيب كل اللعيبة النهاردة موجودة انتظمت شفت كل الفريق في حد واخد راحة زيادة شوية ولا كل اللعيبة النهاردة موجودة معك في التملين قدامي حتى على الشاشة بعد اللقطات ومحمد شريف مهاجم الاهلي اللي بتأكيد ان شاء الله لسا قدامه المزيد خلال الفترة اللي جاية وشوفنا كمان ناصر ماهر وعدد من اللعيبة موجودين النهاردة في مراني النادي الاهلي لكل محاضرة محمد الكل متواجد لكن الدفع بعدد من اللعيبة في التدريب أو اللعيبة هتكون مرياحة أو بعض اللعيبة هتعملها ريكافري كل الأمور دي يعني منتظرين بس اكتشافها مع نزول اللعبين ممكن اللعيبة دلوقتي فهذه اللحظات فيه محاضرة فنية لبيتسو موسماني اللي بيأكد بشكل كبير طبعا على أهمية المباراة القراءات اللي محضرها رؤيته كمان للمباراة الأولى تدريب اليوم كمان محمد نحن عارفين يمكن فيه بعض اللعيبة عندها إيجاد يمكن أكرم بدر بنون عنده إيجاد كان تصريح لطبيب النادي الألي أحمد أبو عبلا منتظرين نشوفهم هياخدوا جرعة تدريبية قد إيه بالنسبة لي للتدريب متولي ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكان برضو هنشوف أمورهم لأن أيضا كمان منتظرين نحن نشوفهم نهاردة فيه التدريب حتى لو جزء بسيط أو جرعة تدريبية بسيطة ليهم لكن يكون تدريبات رجلهم خادت على الكرة شوية لأن يمكن محتاجين محمد كل اللعيبة لفترة اللي جاء الحقيقة في هذه المباراة نهاردة أكيد تدريبه يكون قوي في تاكتيك فيه فنيات فيه معالجة طبعا لبعض الأخطاء والتركيز أكتر كمان على إحراز الأهداف كل الأمور دي إن شاء الله بيتس مسماني كعدتوا طبعا قراءته الفنية يمكن يعني في هذه اللحظات نقدر نقول لعبت نادي الألي خلاص بقى نازلة تدريب الفريق للنادي الأهلي التدريب الأول يعني خلاص نقول المحاضرة انتهت تماما نهاردة إن شاء الله يكون تدريب قوي لفريق النادي الأهلي لكن بأكيد لك محمد على النقطة اللي أنت كلمت عليها في البداية حالة التركيز كبيرة جدا وحالة المعانات مرتفعة جدا لفريق النادي الأهلي ده أمر مهم جدا وهيبان كمان في أرض الملعب الحقيقة كمان يعني إحنا منتظرين كمان وجود الكابتن محمود الخطيب الحقيقة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ليكون متواجد لمتابعة تدريب فريق النادي الأهلي رسالة بيكون مهمة جدا محمد طبعا بعد العودة إن شاء الله بإذن الله رسالته بتوصل للعيبة ويمكن حضوره بيكون بسيط جدا آه ما بيتبعش التدريب بشكل كاميرا أو الساعة ونص أو الساعة وتلت بيكون فيها تدريب فريق النادي الأهلي لكن حضوره في التوقيت ده دي رسالة مهمة جدا ورسالة دي اللعيبة خلاص بقت متعودة عليها وبتنتظرها رسالة الاطمئنان ورسالة الدعم الكبيرة اللي بيأكد عليها سواء كابتن محمود الخطيب متواجد فيه السفر متواجد هنا على طول محادثاته المستمرة مع اللعبين ومع جهاز الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن سعدة بلحفيز كل الأمور دي مرضودها بيكون قوي جدا على عيبة النادي الأهلي والمردود الأقوى إن شاء الله محمد هو جمهور النادي الأهلي اللي بأكد عليه أكتر من مرة منتظرين جمهورنا يكون في المدرج إن شاء الله بإذن الله 90 دقيقة من نار إن شاء الله لعيبة النادي الأهلي ومع توفير ربنا إن شاء الله يكون المباراة من نصيب النادي الأهلي طيب عايزة تطمن برضو يا كريم على محمد هاني هل قبلته تكلمت معاه هل قبل دكتور رحمد أبو عبلى طبيب الفريق عايزة تطمن على محمد هاني إمكانية تعودته قبل السفر كانوا بيتكلموا في مدة إسبوعين فكان الإسبوعين يخلصوا أعتقد النهاردة أو بكرة فانتظاموا للتدريبات يلحق المباراة عندك جديد في الملف ده محمد هاني يمكن بأكد لك محمد إحنا منتظرين بس نشوف الجرعة ليخدها إيه محمد هاني النهاردة هل هياخد جزء بسيط أنا عارف طبعا إن طبيب النادي الأهلي أحمد أبو عبلى صرح إن ممكن مع أولى التدريبات عاقب العودة من تونس هيكون عدد من لعبين متواجد بيه كم ممكن يكون متواجد محمد هاني لكن منتظرين بس محمد الرؤية يكون كاملة النهاردة انت عارف ممكن اللعيب يجري جاريتين بس في الملعب سوما بعد كده يخش يكمل الجزء الخاص بيه التقيل لكن منتظرين بس نشوف الأمور اللي فيها كورة الأمور اللي فيها ترنات سرعات تلتاجت كل الأمور دي لو محمد شارك في جزء بسيط حتى من المربعات الكورة اللي بيكون في المداية هتدينا رسالة طمأنينة شوية إن محمد إن شاء الله مع التدريجين كده مع الأيام يكون متواجد مع محمود متولي مع رمضان بيك منتظرين بس محمد التدريج يكون لشكل كده عشان نقدر نقيم كل اللعيبة بشكل عام الحالة الزهنية الحالة البدنية لكن إن شاء الله بإذن الله الأهل بمنحضر بإذن الله أي حد يكون موجودة محمد في هذه المباراة إن شاء الله بإذن الله يكون موفق وبإذن الله العشرة يكون في دولة بطولات النادي الآن عايز أولك يا كريم وأنت بتتكلم وبتطميننا عن اللعيبة يعني اتكلمت محمد هاني الناس شفيته صوته صورة طبعا أحمد رمضان بيكهم كمان موجود مع محمد هاني سعد سمير ياسر إبراهيم أيمن أشرف رمي ربيعة كل اللعبة إن شاء الله هتكون موجودة والحمد لله كمان أكرم توفيق عمل مباراة كبيرة كان نجم المباراة في رادس مع كل اللعبين لكن سؤال أخير البرنامج التدريبي بكرة التدريب صباحي ولا مسائي وهلا يدخلوا معسكر من بكرة ولا يوم الخميس هيتمرنوا يدخلوا معسكر على طول يعني نقدر نقول لحمد أن التدريبات هتكون مستمرة في هذا التوقيت حتى يوم الخميس يعني يوم الخميس نقدر نقول أنه يكون بداية المعسكر المغلق لفريق النادي الآلي طبعا يكون في فندق إقامة ثم العودة هنا للتدريبات والعودة يوم الجمعة لكن أنا أكد لك أن التدريبات إن شاء الله يكون في نفس الموعد خمس عصرا طبعا هنا في سادة مختارة تيتش على أن يكون بقى يوم الجمعة يوم في مؤتمر صحفي فيه اجتماع فني فيه تحضيرات كثيرة جدا إدارية لفريق النادي الآلي لكن إن شاء الله بإذن الله تستمر لتدريبات في هذا المعود واستمر جدية لعبة النادي الآلي وتركيزهم الكبير اللي نراهن عليه بشكل كبير جدا مع جمهور النادي الآلي بإذن الله للتركيز الكبير مع الحماس مع التشجيع إن شاء الله محمد تكون المباراة من نصيب النادي الآلي زميل العزيز كريم أحمد مراسل قناة النادي الآلي بشكرك شكرا جزيلا من ملعب التيتش بجزيرة كان فيه توضحات لأمور عديدة جدا وأخبار مهمة وصور حصرية ولقطات حصرية من ملعب التيتش بجزيرة كل التوفيق رب للآلي في مباراة العودة أمام الترجي التونسي أخرج للفاصل وبعد الفاصل لسا متواصلين مع حضرتكم ترجمة نانسي قنقر